هنا بإحدى الورشات يكدس مروان هذه العلاب لإنتاجه من الأحذية أسباب عديدة هوت بأسعار الأحذية إلى أقل من تكلفة الإنتاج نستطيع إكتفاء ذاتي حتى خمسة سنين لأنها بقوة يوجد تركيب هذا المحلي بالنسبة لأصحاب الورشات الصغيرة ندخل لهم نجد سعر طالع شوية يقول لك المادة الأولية غالية يطلب سومة غالية حسب المقتصين فالسبب يعود إلى تساوي تعريفة الجمركية في الاستيراد بين الأحذية النصف مصنعة والمواد الأولية أزيد من 400 مؤسسة المقيدة على مركز الوطني السجل التجارية ومجلس ناشاط صناعة الأحذية بنسبة إدماج كبيرة تصل إلى 90% تسورد مواد أولية بتعريفة جمركية هي نفسها التعريفة الجمركية التي يخضع لها الاستثمارات الجديدة حتى وإن كانت هي استثمارات جيدة إلا أن نصف مصنح هذا يخضع لنفس التعريفة الجمركية التي يخضع لها أصحاب الورشات على مستوى المحلي يبدو أن التحفيزات الجبائية والعقارية التي خصصتها الدولة لإنجاح صناعة الأحذية قد أثبتت نجاعتها من حيث الإنتاج يبقى فقط البحث عن أسواق خارجية لتسويق فائد الإنتاج ترجمة نانسي قنقر